اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مقدما الشروط التي يطالب بها ومباشرة بعدها التقى السفير المغربي بالرئيس المالي وتم تدارس جميع النقاط لعدة ساعات ليقبل في الاخير بجل تلك الشروط وتضيف الصحيف الفرنسي أن الوساطة المغربية استمرت ليومين متتاليين تم خلالها تقريب وجهة النظر بين الطرفين ليتم التوصل في الاخير لخارطة طريق متوافق عليها ونقلت جون أفريك عن الإمام محمود ديكو قوله العاهل المغربية محمدا السادس شخصية إفريقية عظيمة عندما يدعو إلى الهدوء نستمع إليها خاصة وأن الإمام لا يحب العنف واعتبرت الصحيفة أن الملك محمدا السادس يحظى بمكانة روحية كبيرة جدا بمالي وهو ما مكن من نزع فتيل للضربات بشكل سريع وفعال ترجمة نانسي قنقر